الرئيس إذن إلى التفاصيل فقد أمعنت ميليشيات الحوثي في تشويه وأيضا إلغاء الآثار والرموز الوطنية لثورة 26 سبتمبر عام 1962 والنظام الجمهوري واستبدالها برموز طائفية من أبرزها تعمد دفني جثماني صالح الصمات في منطقة النصب التذكاري للجند المجهول تغيير اسم النصب التذكاري إلى ضريح الشهداء تغيير اسم ميدان السبعين بما يحمل من دلالة انتصار الجمهوريين على الملكيين في ستينيات القرن الماضي إلى مسمى ميدان الصمو تغيير اسم جامعة صالح إلى جامعة الشعب وكذلك الاعتداء على المتاحف الوطنية العسكرية وأيضا المدنية إفراغ المتحف الوطني من الآثار والرموز المتصلة بتاريخ الحركة الوطنية اليمنية إفراغ المتحف الحربي من كل الرموز المتصلة بتاريخ الجيش اليمني طبعا بعد الثورة واستبدال سور قادة الحركة الوطنية وضباط الثورة والرؤساء السابقين بسور قادة الميليشيات استبدال وثيقة أهداف ثورة سبتمبر بشعار صرخة الموت الطائفي للميليشيات طبعا كل هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع طائفي وأيضا برامج متعددة المراحل لطمس كل ما يتعلق بثورة 26 سبتمبر وأيضا تمزيق النسيج الوطني اليمني خلق طائفية مذهبية وعرقية من شأنها تكريس التمييز بين أبناء الشعب الواحد من بين هذه البرامج تنظيم دورات تثقيفية للعسكريين والمنخرطين في صفوف الميليشيات في مختلف المناطق تنظيم دورات تثقيفية إجبارية لموظفي الجهاز المدني نشر محاضرات مؤسس جماعة الحوثي حسين بدر الدين والمعروفة بالملازم السيطرة على كل الوسائل الإعلامية وتسخير وتوجيه برامجها لنشر ثقافة وفكرة الحوثيين الطائفية إدخال بعض الأنشطة الطائفية إجباريا على المدارس الثانوية وأيضا على المدارس الإعدادية من بينها ترديد شعار الجماعة في طبور الصباح بدلا عن النشيد الوطني ووجهت هذه الخطوة برفض الطلبة والطالبات وذلك في العديد من مدارس صنعات طبعا الميليشيات ساعد منذ الأشهر الأولى للإنقلاب على شرعية إلى إحداث تغيير كل في المؤسسات التعليمية وأيضا التربوية بالإضافة إلى السيطرة على أكبر عدد من المساجد في البلاد وذلك بهدف نشر فكرها المذهبي الطائفي لـ 12 المتأثر بالخميني استبدال خطباء وأمة المساجد بعناصر تابعة لها طبعا أغلبها تلقت تعليمها في حوزات إيران تغيير معظم مديري المدارس في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات إحلال أعداد كبيرة من عناصرها في المدارس بدلا عن المدرسين الذين أضربوا للمطالبة برواتبهم وإدخال تغييرات كبيرة على مناهج التربية الوطنية والتاريخ في مختلف المراحل الدراسية تغيير وتحريف مادة الثقافة الإسلامية في الكليات وأيضا في الجامعات واستبعاد بعض أسماء الصحابة وتشويه بعض الروايات التاريخية اشتركوا في القناة أزيد معنا من القاهرة الكاتبة الصحفي عبدالله إسماعيل أهلا بك سيد عبدالله بداية معلوم أن ميدان السبعين هو رمز لكل اليمنيين دفن الصماد هناك ماذا يعني لك كيف شعرت؟ هو في الأصحة استفزاز لكل اليمنيين استفزاز لكل اليمنيين الذين آمنوا بثورة 26 سبتمبر وهي حلقة من حلقات الحرب الواضحة التي أعلنتها جماعة الحوثي ضد ثورة 26 سبتمبر باعتبارها تلك الثورة التي جاءت على أنقاض الإمامة التي استباحت اليمنيين وكان لها تصرفات على مدار عقود كثيرة يبدو أن جماعة الحوثي الآن تكرر ذلك الأداء بشكل أكثر بشعة وأكثر حقدا وأكثر تطرفا وأكثر استفزازا لليمنيين الأكثر بوضوح شديد الجماعة الحوثي تحارب كل الرموز كلما جاءت به ثورة 26 سبتمبر ابتداء من المساواة بين المواطنين وإقامة دولة مدنية ومرورا بتحطيم الجيش الوطني للدولة وأيضا القضاء أيضا على كل التسامح الذي كان موجودا قبل جماعة الحوثي هذا أخطر أعتقد أخطر ما يمكن الحديث عنه دفنه ذكرت أنه ابتزاز لكل اليمنين ولكن بالمقابل لا شك بأنه في نوع من إلقاء الضوء على شخصية هذا الرجل ما المقصود منها؟ هو محاولة تكريس لشخص غير محبوب على الإطلاق وهو مجرم حربي بكل ما تعني الكلمة من معنى وهو شأنه شأن كل التصرفات التي ذكرتها في مقدمة الحديث عن هذا الموضوع هي محاولة فرض الحوثي لواقع جديد يريد أن يذهب بعيدا في تحطيم السلم الاجتماعي وأيضا التأثير على كل ما كان يتعرف عليه اليمنيون الحوثيون ذكرت الكثير مما قام به مما يمكن أن نسميها الحرب التي يريد أن يحولها إلى طائفية وأن ينشر تلك الأفكار الطائفية التي ستؤثر بالتأكيد في النسج الاجتماعي لكنها بدأت أيضا من أمر مهم قبل يومين أو ثلاثة أيام كان هناك مرجعية مهمة للحوثيين يقول يعلن الحرب تحت شعار أشداء على الكفار هذه جماعة تثبت دائما على أنها جماعة إرهابية متطرفة لا تنظر إلا إلى فكرها فقط وهي تريد أن تفرض هذا الفكر ابتداء من التهجير الذي بدأ مبكرا حتى قبل الحرب الأخيرة من صعدة جماعة الحوثي مارست التهجير القسري حتى كانت تكتب تعهدات على كل مناوئ لها في داخل صعدة بأن يترك أهر الضهو وأن يهاجر وأن يخرج من صعدة ثم بعد ذلك مرورا بدماجه كل ذلك أيضا شراء الأراضي والمناطق الواسعة التي تحاول أن تجد فيها ما يمكن أن نسميها جزر خاصة بها وطوق طائفي خاص بها وخاصة حول صنعاء ثم مرورا بمحاولة فرض المناسبات الدينية الغريبة التي ليس معني بها اليمنيون على الإطلاق ذلك الانقسام أو محاولة الفرض الأئمة والخطباء والإساءة للمساجد ولسلمية المساجد والتعايش الذي كان موجودا لدى اليمنين ثم بعد ذلك أهم من ذلك أن يأتي من صعدة هذا الفكر لحاول أن يسيطر على كل المناطق اليمينية بما فيها المناطق التي لا تخضع لهذا الفكر ولا تؤمن به على الإطلاق بكل جملة ذكرتها فيما يتعلق بما يقومون به تقول يحاولون تحطيم على سبيل المثال السلم الاجتماعي ضرب النسيج الاجتماعي السيطرة وكلها محاولات أنت تقول محاولات ناجحة برأيك أم ماذا؟ تأثيرها مدى تأثيرها؟ كيف تتلمسون ذلك إذا كان متواجد؟ بالتأكيد هناك مقاومة لهذه المحاولات لكن هناك أيضا لا بد أن نعترف أنهم ينجحون في بعض هذه التصرفات يعني عندما نتحدث عن الأطفال هناك خطورة كبيرة جدا مما يمارسه الحوثيون باتجاه الأطفال ابتداء من التجنيد الدورات الثقافية محاولة فرض المدرسين كما ذكرت في مقدمة أيضا الحديث عن هذا الأمر محاولة أيضا التأثير على هؤلاء الأطفال وزرع أفكارهم بقضايا عنصرية طائفية تجعلهم قنابل موقوطة للمستقبل هذا أعتقد من الخطورة بمكان تغيير المناهج فرض أيضا بعض المسميات على المدارس وإرغام الطلاب على ترديد الصرخة وترديد وأيضا أن يأخذ هؤلاء الأطفال وحتى المختطفين من غير الأطفال إلى دورات ثقافية يرغمون فيها على سماع محاضرات ثم تلخيص ملازم الهالك على حسين الحوثي كل هذه الأمور أعتقد أنها ستؤثر كثيرا وهم ينجحون في هذا الإطار مع أن هناك مقاومة حقيقية ومثلة للعلانة ونشاهدها كل يوم لا أنا أحب أن أعرف ما هي طبيعة المقاوم لأنه دائما ما نتحدث عن ما يقومون به لأنه بالنهاية الأطفال على سبيل المثال والمدارس لن يكون لهم خيارات بالنسبة للأهالي إبقاء أبنائهم بالمنزل فبالتالي السؤال ما طبيعة المقاومة التي تحدث على الأرض لمواجهة مثل هذه التغييرات وبالمقابل ما الذي يمكن لليمني في مناطق سيطرة الحوثيين أن يفعلوا أولا هذه المقاومة هي نابعة من طبيعة اليمنيين طبيعة اليمنيين التي ترفض مثل هذا التقسيم الطائفي للمجتمع اليمني من طبيعة اليمنيين الذين تعايشوا على مدى آلاف السنين مع بعضهم لم يكن هناك مساجد خاصة لا بالشيعة وخاصة بالشافعية هناك مساجد كان الجميع يصلون فيها ولهذا نشهد أيضا مقاومة في المساجد بشكل كبير أيضا الآباء لهم دور في هذه المقاومة وهذا يبدو واضحا في إطار أن الأطفال أيضا يقاومون هذه المحاولات في داخل المدارس ونحن شاهدنا كثيرا من هذا الأمر أيضا من المهم أن يكون هناك تحرك باتجاه فضح تغيير المناهج للأسف هناك منظمات دولية ساهمت بشكل أو بآخر بعلمها أو بغير علمها على طباعة الكتاب المدرسي الذي كان معدلا وكان مشوها وعندما انتبهت لذلك من خلال الحديث أن شطاء السياسيين والحكومة اليمنية توقفت عن ذلك هناك أيضا مقاومة تنتج عن أن هناك حرب ضد هذه الجماعة هذه الجماعة هي تحارب أيضا نفسها في كثير من الأحيان عندما تحاول فرض أفكار جديدة وغير متعارف عليها فاليمنيون ينكرون ذلك أنا أتحدث عن النجاحات الجزئية وخاصة فيما يخص الأطفال وما يخص زراعة هذا الوهم الكبير الذي يحاول الحوثيون أن يجدوه من خلال الدورات الثقافية وحوثنة الدولة وشراء الأراضي ومحاولة التغيير الديمغرافي كل هذه الأمور ربما ينجحون فيها لكن بالتأكيد ستظل المقاومة موجودة وهذا ما هو ماثل الآن من القاهرة الكاتب الصحفي عبدالله اسماعيل شكرا جزيلا